اهلا بحضراتكم عدنا بعد الفاصل الحقيقة لما بيحصل نوع من انواع التكريم لشخص مصري في اي مجال بيبقى نوع من السعادة والفخر لدينا جميعا لان احنا منحس انه مصر هي اللي بتكرم ايا كان هذا المكرم وايا كان الاسهام او الابداع اللي هو بيقوم به اشتادنا الكاتب الكبير والسيد محمد سلماوي لسه رجعوا نعرف ان احنا مثقلين عليه لسه ما خدش نفسه لكن يعني عشمنا معاه وهو لبى الدعوة لسه راجع من السنغال بعدما تلقى تكريما والتكريم الحقيقة كمان بيحمل في وجداننا معنى خاص لانه بيحمل اسم الراحل الكبير والمناضر الفلسطيني الكبير والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات سيد محمد مساء الخير اهلا وسهلا اهلا بيك الله يسلمك ومليون مبروك على الجائزة الله يبارك فيك انا عافل من مشوار من دكار صعب مشوار طويل لكن اعتقد الرحلة كانت ممتعة لانه في النهاية التكريم بيحس الانسان انه في ناس مقدرة باللي هو بيعمله وناس حسة بالمجهود وحسة ومثمنة التاريخ والمشوار الطويل لا صحيح وحيصيات الجائزة كان متقال فيها هذا الكلام انما هذه الجائزة الحقيقة لها طبيعة خاصة انك حاسس انه وانت بتتكرم مش مجرد شخص مش شخصك فقط الذي يكرم لان لما افريقيا تعمل جائزة ويسموها جائزة افريقيا الكبرى للحرية والسلام ويختاروا ان يسموها باسم زي ما حضرتك تفضلت ياسر عرفات ثم يختاروا شخصية مصرية تكون اول من يحصل على هذه الجائزة فيه هنا بعد وطني وفيه معنى سياسي وفيه كلام كتير قوي قوي يعني على كل المستويات حضرتك تتكلم ان الرحلة كانت طويلة وصعبة للسنغال دي من ضمن الحاجات ان السنغال عشان تروحها لازم تروح يا اثيوبيا وتغير طيارة يتروح المغرب وتغير طيارة يتطلع باريس وتغير طيارة مصر اللي كانت رائدة حركة التحرر الافريقي كلها والناس كلها في افريقيا بتذكر هذا ما عندهاش خط مباشر لمعظم الدول الافريقية اللي حواليها صحيح الله ازاي وده رمز بقى للسياسة الخاطئة اللي كانت موجودة طبعا على مدى السنوات او العقود اللي فاتت صحيح الاهمال اللي كان من جانبنا واللي فتح الحقيقة المجال لدول اخرى زي اسرائيل وبتاع انها تتغلغل افريقيا دي كانت مقفولة على اسرائيل ما تقدرش تحط رجلها فيها مصر النهاردة يعني هي الملهمة بالزبط لأفريقيا كلها والغاية النهاردة ما زالت الملهمة وتروح يكلموك على جمال عبد الناصر وعلى مصر ودور مصر وعلى الازهر بيفخروا ان عندهم ستلاف طالب بيدرس في الازهر يعني تحس فعلا بقيمة مصر انها مازالت وتحس كمان بالجريمة اللي احنا ارتكبناها بالاهمال والتهميش لأفريقيا سنوات طويلة ده صحيح ولذلك الحقيقة لما نلاقي الناس دول بيمدلنا ايدهم بهذا الشكل وطبعا وهم بيسلموا جايزة طب هو السؤال هنا قبل من خش في التفاصيل الجايزة حالك ما استغربتش يعني فعلا وصاد الحالة اللي كانت حصلة قبل كده من اهمالنا شوية القرر الافريقية اه بتردنا دلوقتي نستعيد جزء كبير من تواصلنا مع القرر الافريقية وبتردنا نفتح في بعدنا الافريقي لكن في النهاية لسه افريقيا شايللنا جزء من اللوم والعتب على هذا التهميش او هذا الاهمال يعني غريبا اول جايزة واول اختيار يبقى مصري صحيح صحيح بصراحة انا لما استغربت وبلغت بالمعلومة اللي زبا عرفت قلت لهم مش قلت لهم مش معنى محمد سلماء قلت لهم مش معنى مصر انا قلتش معنى محمد سلماء بس جزء منها انه محمد سلموي مصري اما طبعا هي الفكرة مربوطين ببعض بالزبط يعني هما مش اختاروا اي واحد على مستوى هي طبعا الجايزة لها معايير معينة انه لازم يبقى له تواجد عالمي كتبه ترجمة الى اللغات الاجنبية انه يكون تبنى قضية الحرية والسلام في اعماله الحرية اللي هي افريقيا كانت بتطالب بيها الحرية من الاستعمار والاستغلال وكذا وازاي كانت مصر رائدة وداعمة لكل حركات التحرر في افريقيا ويمكن كمان الربط بياسر عرفات والقضية الفلسطينية والكفاح ضد الاسرائيل المعتدى ولذلك يعني الحقيقة كان موقف جميل جدا بيذكرنا بطريقة مهزبة جدا ان انتوا ما زلتوا في قلوبنا ما زال لكوا دور وما زال ما زلنا حريصين على هذا الدور وبنمد ايدينا له انا حالك شفتها كمان رسالة لينا شفتها بالتأكيد كرسالة ورسالة تمس فعلا القلب وتأتي فيه وقت اللي هو ابتدت مصر فعلا تمد ايدها صحيح يعني انا اقول لحضرتك حاجتين حصلوا تقريبا في خلال اسبوعين في خلال الاسبوعين اللي حصل فيهم الجايزة تسليم الجايزة واهتمامهم بيها وتسليمها على مستوى مستشار رئيس الجمهورية بنفسه هو اللي بيجي يسلم والاحتفال تحت رعاية رئيس الجمهورية ماكي سال وغيره انما قابليها عشر تيام تقريبا او اسبوعين السنغال فيه ودي معلومات طبعا انا بقولها على مسئوليتي الخاصة لانها التصويت بيبقى سري صوتت في اليونسكو لغير صالح مصر فالصورة دي الحقيقة مهمة ولازم تبقى قدام عينينا واضحة جدا لو احنا في مرحلة تانية في خمسينات او ستينات ما كانش ممكن انها ما تصوتش لمصر النهاردة بتصوت لغير مصر وفي نفس الوقت بتكرم مصر وده بيقول لنا ايه لو احنا بنتكلم على ياسر عرفات بيجيلي فورا صورة ياسر عرفات لما اول مرة راح الامم المتحدة وفي كلمته ماسك في ايد البندقية وفي ايد غصن الزيتون وقال معايا الاثنين لا تسقطوا مني غصن الزيتون فاحنا في وضع النهاردة مصر انه طبعا السنوات اللي فاتت العقود اللي فاتت كان نتيجتها انهم بيصوتوا ضد مصر انما مازال رصيد السنوات القديمة موجود وبتخليهم يختاروا مصر عشان يكرموها في شخص كاتب معايدة اذا هي يعني رسالة مزدوجة المعنى انه احنا دلوقتي لا مش 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 مقدرين اوي الجريمة اللي عملتها في حقنا سنوات طويلة لكن يظل ليكم عندنا قدر في قلوبنا هي رسالة كده فحاولوا تستثمروه عشان ترجعوا في قلوبنا زي ما كنتوا وبالتالي قدامنا طريقين يا نسلك هذا الطريق او زاك طيب هو السؤال هنا باعتبر حتى كنت موجود هناك وتواصلت اكيد مع سواء جهات رسمية او جهات ادبية ومجتمع مدني ومشقفين وغيرهم هلاك عارف المبدأ والنظرية اللي بتقول ان اي فراغ لابد من ملقه فيه جهة تملقه احنا تركنا فراغ وفيه اخرون ملقوا هذا الفراغ صحيح هو السؤال المهم هل نحن قادرون على ان نستعيد الفراغ الذي ملئ بوسطة اخرين ايوة ايوة احنا يعني عندنا القدرة لانه عندنا ما ليس عند الاخرين عندنا اللي يملق الفراغ ده لما اقول لحضرتك ان هما مثلا الازهر عندهم ده له قيمة جبيرة جدا وحارسين وفخورين وسعداء ان عندهم واحدة من اكبر البعثات التعليمية اللي موجودة في الازهر اسرائيل ما تقدرش تقدم ده عندنا القوى الناعمة بتاعتنا اللي مازالوا بيذكروها وبيذكروا كتاب وقدباء لانه هذه الجايزة الحقيقة اللي فكر فيها كان اتحاد كتاب السنغال وتبنتها الدولة وبعدين دعمتها مؤسسة ياسر عرفات الدولية فاصبحت جايزة دولية لكن ما انشأها كان من الكتاب او اتحاد الكتاب عندنا هذا الرصيد اسرائيل ما تقدرش تنده وعندنا التاريخ عندنا التاريخ المشترك ونقول انه سنجور كان صديق شخصي لجمال عبد الناصر اسرائيل ما عندهاش ده فعندنا الاسلحة كلها موجودة لكن احنا ما كناش بنستخدمها كانش فيه هذه الارادة النهاردة هذه الارادة اتوجدت موجود ارادة مصرية رسمية وواضحة لمد اليد لافريقيا وعندنا كماناش محمد المصير المشترك احنا نفس العمق الجغرافي ونفس القدرة على التعاون والتكابل الاقتصادي والسياسي والتجاري وكذا اللي برضو مش متوفر لدى الاخري ده صحيح ده صحيح وهم يعني ما نسيوش ده وده انا استغربت له لانه فيه اجيال الاجيال الجديدة في السنغال ما شافتش هذا العصر لكن سمعت عنه وتربت عليه وتواقع انها تعيشه من جديد زي الجيل اللي قابلها معه صحيح الجائزة اسمها ايه جائزة افريقيا الكبرى اه الجائزة الافريقية الكبرى للحرية والسلام جائزة ياسر عرفات ممتاز ممتاز فيها فلوس ده رايز اه لا اعيز اخذك وقولك جائزة دي قيمتها 3 مليون فرانك سنغالي طب مش مهم تقول بكام خلينا نحسد الرقب وخلاص نحسد الرقم ممكن يطلع بالاخر 17 جيه ونص بالاخر لو قلتلك بكام حتضحك خليها حلوة لكن معها شهادة طبعا انا في رأيي الشهادة اكبر من اي قيمة تانية طبعا بعتز بيها لا بس فضولي يا قتلني الحقيقة كامل فرانك سنغالي ده يعني بقى فيه درائب بقى بيشوفوا البرنامج بتاعك ولا لا ولا الجائزة مع لها لا لا المصلحة لا منا برا مصر مع لها اه كده اه طبعا على مسئوليتك ها لا انا متأكد ان اي نشاط بي بقى خارج مصر وبعدين قيمة الشهادة كمان ان مكتوب عليها الفائز الاول لان دي اول دورة حلوة للجائزة فحيفوز بيها ناس ثانية بعد كده لكن يبقى اول منفاز بها مصري اسمه محمد سلمان بالزبط فدي الحقيقة قيمة كبيرة صحيح احنا محتاجين الحقيقة يا سيد ستامري يعني برضو الجائزة دي مفروض يعني تنبهنا لده محتاجين نتواصل ومش بس مع افريقيا يعني احنا فوقنا لما اكتشفنا موضوع سبد النهضة وبتاعه واسرائيل ما كانتش بعيدة عن سبد النهضة يعني طبعا ده معروف انما في دول تانية كمان دولة زي الهند مثلا انا اقول لحضرتك انا مثلا سعيد جدا وبفخر ان انا انتخبت من فترة يعني وانت عارف امين عام اتحاد كتاب افريقيا واسل الاتحاد ده له تاريخ ده من ايام مؤتمر بندونج وعبد الناصر وبتاع وطلع هذا الاتحاد وكان اللي مسكه الله يرحمه يوسف السباعي الله يرحمه طبعا وتوالى بعده عبد الرحمن الشرقاوي وغيره ولطفي الخولي ثم مع اهمال افريقيا واهمال العالم الثالث وبتاع هذا الاتحاد مات لمدة يمكن عشر سنوات وافوا جئنا بالهند اتحاد كتاب الهند بيدور علينا في مصر بيقولوا فين الاتحاد اتحاد اللي عملناه معاكو ده راح في مقره في القابلة هم كمان اللي دوروا عليه هم اللي بيدوروا ولو انتو مش مهتمين بيه قولولنا واحنا هننقله عندنا انما احنا عايزين هذا فطبعا تنبهنا حرام الله ومنظمة تضامن شعوب اسيا وافريقيا اللي على رأسها الان دكتور حلمي الحديدي حس بالقيمة ده وعملنا مؤتمر عام ودعينا كل اتحادات الكتاب من اسيا وافريقيا في مؤتمر في مصر كان 2012 حتى طلبنا انه يبقى تحت رعاية رئاسة الجمهورية رئاسة الجمهورية ما ردتش علينا طبعا في 2012 ما كانوش بيحبوا الثقافة فعملنا المؤتمر واحيينا الاتحاد مرة اخرى وتطور الاتحاد وضمينا له دول من امريكا اللاتينية فاصبح اتحاد كتاب اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية بطلب من دول امريكا اللاتينية انما لما برضو تبص لهذه التجربة انه الناس دول هما اللي جايين بيقولك انت فين مش معقولة بقى الاخرين هما اللي بيستدعوا وجودك الثقافية ها دورك فين لو مش عايزه صحيح بس اوز محمد الحقيقة اللي عاك قلته انه سواء الجايزة او سواء موضوع الهند هو يجب انه يصحينا مش بس ليه امتدادنا وتوجودنا وتأثرنا في هذه المناطق لا واعتقد يعني انا حاجة على الجرح وهناك هتكلم فيه بشكل مصطفين في فكرة انه يصحينا كمان انه انتاجنا الادبي محتاج انه يعني مش يضعف يضرب في مليون انتاجنا الثقافي والادبي اللي حناك سمتها في البداية قوتنا الناعمة بشكل كبير الحياة اضعف بكتير من امكانات وثروات الشعب المصري وعقول الشعب المصري وتاريخ الشعب المصري في الانتاج الادبي هتلقتي ما بين فين فين لما بنسمع عن رواية حلوة لما نحس ان فيه دقيق حوالين قصة كويسة مصر مش كده مش وزنها كده ولا قيمتها كده ابدا ده صحيح بس القوى النعمة برضو احنا مسؤولين عنها لانه القوى النعمة ما بتطلعش كده شطاني ممكن كاتب واحد يطلع شطاني في ارض جرداء تلاقي صح شجرة طلعت كده الوحدة انما احنا بنكلم على غابة بنكلم على بستان البستان ده زي اي بستان ما يتوجدش الا بالرعاية لازم يجد اللي يسقيه مية يوميا اللي يقلم الشجر كل ده هو اللي بيخلق القوى النعمة هذا الرصيد اللي هايل صحيح وانت بتخلق البيئة بتخلق البيئة وتشجع المواهب وتكرم اما تشوف حضرتك يعني ممثل السينما تحول صورة ممثل السينما في ذهن المصري المواطن المصري العادي من الاربعينات كان مشخصاتي مثلا لدرجة انه يكرم من رئيس الجمهورية بقسمه فنان الشعب يوسف وهبي او فنانة الشعب امه كلسوم او اصبح في حاجة صحيح اه ففي رعاية للفن وفي كان ادراك لدور الفن في التنمية الشاملة للمجتمع فاحنا زي ما اهملنا رعاية اشياء كثيرة اهملنا ايضا رعاية هذا البستان اللي بيطلع بس دعا اكثر من مستوى محمد يعني الدولة طبعا معنية وبجزء كبير وفي حمل كبير على اكتفها في النقطة دي فكرة تهيئة السيستم وتهيئة البيئة وتشجيع الفن وتكريم المبدعين منه وكذا وطبعا في جزء اساسي لسه ربنا يعني ينولنا احلامنا فيها وفكرة التعليم لازم التعليم يتصلح عشان يرجع زي تعليم الاربعينات والخمسينات والستينات لما كان يفرز طاقات وخبرات ومثقفين على اعلى مستوى لكن حضراتكم كمان كقوة نعمة سواء في الفن ولا في الثقافة ولا في الكتابة ولا في الادب عليكم دور ليه ما بلاقيش حضانات يعني اسم محمد سلماوي يبقى مثلا بعد ما وصل الى قدر معين من خلاص من الاسهام والخبرة والنض كل واحد نحنك يبقى له ورشة الورشة دي فيها عشرين تلاتين اربعين خمسين شاب صغير حاجم تتبناهم وتشرف على كتاباتهم وتوجههم في الاول بحيث ان انا لقي كل سنتين تلاتة اسمه محمد سلموي يخبط علي او يكلمي في تلفون يا تامر انا بعيدت لك اتنين اتفرج على انتاجه بالادبي وفلان الفلان يبعط لي تلاتة مش عارف كذا الاقي كل سنة عندي عشرين تلاتين من عشرين تلاتين قديب ومثقف وروائي وقاص وشاعر وكذا يبقى عندنا كل سنة انتاج لكن لو قلتلي مين طلعز اخر خمس سنين لو دورنا على خمسة ستة الشعب يعرفهم يبقى احنا انجازنا وده الحقيقة مشكلة كبيرة ده صحيح انما يعني هو قيمة ده هذه الروح انها تتحول الى عمل مؤسسي يعني من خلال اتحاد الكتاب لما كنت في اتحاد الكتاب عملنا اشياء كثيرة جدا وعملنا ورصدنا جوايز وعملنا ورش كتابة دراما وعملنا اشياء كثيرة تنمي هذه المواهب انما برضو عايز اقول ان احنا في مرحلة انتقالية زي الناس ما مرت في مرحلة فوضى من اول الثورة لغاية النهاردة والارض تقلبت وطلعت المدفون جوه واللي فوق نزل تحت وغيره صحيح حصل ده على المستوى الثقافي ايضا والنهاردة فيه بس ده المحزن يا عسيس محمد ده هو المفروض المثقفين هما اللي يبقوا طول الوقت الحجر اللي ساند الارض وهي بتتقلب طول الوقت هما الضوء اللي ينور لنا في الظلمة لكن لو يتقلبوا مع الارض اللي بتتقلب لا خلاص شكرا لكن اقصد اقول انه المرحلة الانتقالية دي ما بتشوفش فيها البراعم الجديدة اللي طلعها لانها بتبقى لسه صغير زي الارض لما بتقلب بعد شوية تبتدي تلاقي كم نبتة طلعوا كده يمكن لو اقول لحضرتك انه المطابع في مصر خلال السنة اللي فاتت 2016 ما شوفتش لسه صيات 2017 طبعت يمكن حوالي 30 او فوق 30 رواية لكاتب من اللي حضرتك بتقول عليهم ما سمعناش عنهم ما نعرفش اسمع انا مش عايز اقول انها طلعت 30 كاتب انما لو 30 دول في منهم خمسة خمس روايات حلوة انت عندك خمس مشروعات لكتاب كبار هيظهروا في السنوات صحيح القادمة احنا في مرحلة انا شايف البرنامج في بداية وانا رح ايقى عايز اهنيك على الجزء اللي سبق هذا اللقاء المشروع بتاع كفر الشريخ واستزراع السمك وبتاع ده مشروع هائل جدا انما احنا مرينا في اربع سنوات بعد ما استقر الامر واستقرت الاوضاع في البلد اربع سنوات في مرحلة انتقالية بنبني فيها وبنعزأ وبنأسس وبنعمل والناس مش ما فيش عائد جاي لها مظبوط ابتدينا في مشروع زي ده الاول مرة كان يقولك مثلا طب قناة السويس اه وسعناها لكن جالي انا منها ايه على المستوى الشخصي النهاردة ده مشروع فايدته على المستوى الشخصي واضحة جدا وانا شايف انه ابتداء من السنة الجاية الحقيقة مصر على اعتاب مرحلة جديدة تماما يا رب مش بس على المستوى الثقافي هتبتدي البراعم اللي تكلمنا عنها دي تبتدي تكتب تاني رواية وتالت رواية ونبتدي نقول بس على فكرة بذكر البراعم يا سيد محمد يعني الاكيد ان مصر لا تخلو من مبدعين اه ولا تخلو من مشاريع مبدعين ومشاريع كتاب ومشاريع كان هي المشكلة انه في كثير من الاحيان تخلو من الفرصة صحيح من هؤلاء الناس طول الوقت اه ما هو حتة الدهب عمرك ما هتكتشف انها دهب لما تديها فرصة انها تطلع في النور كنا فتشوفها اه ولازم تلمعها بالضبط اه فاحنا مشكلتنا مش في الابداع مشكلتنا في فرصة اظهار الابداع هو ده اللي انا أصدتهم ما بقول لحضرتك دور الدولة برضو وحضرتك كملته بقلت وبردو دور المثقفين صحيح جنبا الى جنب مع الدولة فهو ده الدور اللي كان ناقص النهاردة فيه اهتمام بمناحي الحياة بشكل عام يعني الى جانب المشروع اللي حضرتك قلت لي ده اه انا قابلت واحد فيه في الشركة الايطالية اللي بينقبه عن الغاز في البحر بيقول لي ابتداء شركة ايني شركة ايني الايطالية وطبعا الغاز وحقل الغاز اللي هناك اكبر حقل في البحر الابيض المتوسط بيقول لي الانتاج هيبدأ في نهايات ديسمبر شهر الجاي ان شاء الله ده لما يطلع زائد المشروع السروة السماكية زائد مشاريع اخرى كانت تحت التأسيس انا بتنبأ انه ابتداءا من السنة القادمة الحقيقة مصر هتبتدي تجني سمار هذا الجهد اللي قضنى الناس الحقيقة الناس تحت صحيح وضحت وتحملت وفي مرحلة جاية ان شاء الله هنشوف فيها مستوى اخر حداك اللي اقحمتنا على طول على السياسة من هما يختم اه اه وجهان لعملة واحدة صحيح صحيح المنهج اللي حداك قلته دلوقتي وهي فكرة التلات سنين او الاربع سنين اللي فاتوا منذ تلاتين يونيو والسنة اللي بعدها برضو كانت فترة عدم استقرار وربعة ومش ربعة ومش عم ايه وبتاع لكن منذ ان تولى الرئيس عفتاح السيسي والحكومات اللي معاه وكان النهج هو اللي حاجة تقوله ده انه هنتعب شوية في مقابل ان احنا نعمل البيئة الاساسية لو عشان نبدل عمر نحن نحط الاساسات وكان طول الوقت فيه جدل ما بين المثقفين والرأي العام والكتاب والصحفيين وكذا انه هل هذا هو الوقت المناسب ان انت كل الفلوس اللي بعك وهي محدودة تحطها في بنية تحتية وفي مشروعات مرافق وفي بناء الاساسات ولا تعمل حاجات سريعة الايراد وسريعة العائد عشان الناس اللي تعبانا دي مش تقدر تستحمل وتزبر معاك كتير ما هو سريعة الايراد الايراد هتبقى على حساب طويلة المدى صحيح ودي السياسة اللي احنا كنا ماشيين عليها طول الوقت في العقود اللي فات من اي فلوس تيجي طب إلحق الناس هاتوا شحنة قمح عشان ايه كأنك بتسكت او بتعمل مسكنات صحيح والبنية من جوه مخوخة وكل يوم بتنهار زيادة الحقيقة القرار اللي اتخذ كان قرار شجاع وجريء وصعب ومر اه انه لا هنحط الفلوس في اه قولنا عايزين نبني عمارة لكن هتدهن العمارة من برة وهي من غير اساسات ومخوخة من جوه اه طعبة لا هجوع وححط الاساس لكن بعد كم سنة هتبتدي الدخل طب اسألك سؤال الصعب اه لماذا صبر المصريون صبروا لعدة اشياء ده سؤال مهم جدا وبعد الناس ما بتبصلوش لان كان فيه كتير سواء جوه او برة بيرهنه انه مستحيل الشعب يتحمل ويصبر واي حد تسأله بعد المعاناة بتاعت العقود اللي فاتت والمعاناة في سنوات الفوضى اللي اعقبت الثورة حاجة يعمل لكم قرارات صعبة والاسعار هتغلى وكذا وكذا يقول لك لا ده انت طب حل يعني او زيان بيقوله بالنجليزي it's not an option ده مش اختيار نظبوط طلع ده بر في حد راهن وقال لا الناس هتستحمل استحملت ليه ايوه استحملت لعدة اسباب اولها عكس ما قد يقوله البعض او ما قد يظهر على السطح ان الناس ما زالت عندها ايمان داخلي بانه المسألة هتنجح وانه ده الاختيار الصح وانه الراجل ده مش بيخدعنا لانه فيه كلام ماشي وفيه جهات بتروج الراجل ده ضحك علينا وقال لنا هخلي مصر مش عارف ايه وهدينا تعبانين اكتر ما كنا قبل كده واحنا فعلا تعبانين اكتر ما كنا قبل كده انما تعبانين لما بتتعب في البنى غير ما بتتعب لانك فقير ومش لاقي فمازال فيه حتة كده الناس برضو مش قادرة مش راضية تعترف بيها ومش قادرة تتخلى عنها دي مسألة نفسية دقيقة جدا مفهوم انه الناس تعبانة وعارفة تعبها جاي منين ومن مين لكن فيه علاقة زي واحد ابوه بيقصو عليه وانا عمري عانيت قد ما انا بعاني دلوقتي من اللي بيعملوا فيه ابويا لكن في النهاية هو حاسس انه ابوه وحاسس ان اللي بيعملوا ده يمكن انا مش فهمه لكن ده اللي حيخليني ينجح في الامتحان وهكذا فالشعور ده موجود تلاقيه تحت السطح لو نكشت شوية في اي تزمر ممكن تلاقيه عند الناس صحيح تقول له طيب بلاش من ده خلاص لا لا عنك حق بدليل ان حتى بعض مش حولوا الرافضين بس من قسين اللي هو مأوحين اللي بيأوح يقول لك اه انا مدرك ان البلد كانت مخوخة وان البنية الاساسية كانت خلاص بتتصدع وصلها الصيانة وكانا وكذا وكذا بس بيخدش وقته يعني هو مش معطرد على المنهج مش معطرد انتجاه معطرد بس على الوقت انه يقول لك كان الاولى ان احنا نسكت الناس شوية قبل ما نتعيبهم اكتر اه ما عندك شازي الرافاهية خلاص سكتهم كتير اوي صحيح اه جاه الوقت اه لحظة الحقيقة زي ما بيسموها لحظة الحقيقة بس اي حياة لازم نعترف انها جرأة شديدة من صنع القرار ما فيش شك يعني اي حد في الدنيا ومش اي حد احنا عندنا الرئيس عفتاح السيسي وبعد 30 يونيو وبعد ما انتخب رئيسه بشعبية وابقى اصوات تصل ل98% و97% يعني عنده ظهير شعبي ما حدش يحلم به صحيح وبايده خاطر بفقدان هذا الظهير مظهور الاسهل انه كان يعمل الاسهل اه شوف فيه القادة الكبار بيبقى عندهم اه حس كده اه او قرون استشعار بيحس بيقولك لا الناس هتقف معايا عبدالناصر كان عنده الحتة دي وكان يعرف انه الناس هتتحمله لغاية فين اه وحتتحمل ايه وبتاع وهو خاد القرار وخاد المجاسفة وهو حاسس انه صح الناس هتتحمل ده فيه ناس بتقول انه هو عمل خطاب التنحي عشان يشوف الناس هعملوا ايه اه اعتقد انه كان عارف الناس هتعمل ايه مش بالمعنى الوحش لا لا مفروغ الناس حال انه لنه فاهم الشعب ده كويس حو كان عارف ان الناس لن تقبل بهذا صحيح حا لكن ده موضوع تاني ففي هذه انما فيه عنصر تاني برده وهو طيب انا متداق من الوضع اللي موجود ده مه خلاص بلاشه عايز ايه بداله يبص حواليك كده طيب ابوك مش عاجبك نعمل ايه نجيب فيه اب تاني مثلا في ذهنك تحب نجيبه هيقولك لا ما فيش يبص حواليك كده ويلاقي ان الوضع اللي موجود ده افضل الاوضاع الممكنة حتى من الناحية النظرية صحيح كان زمان فيه بديل البديل جربناه لمدة سنة والناس كفرت به وشفنا حقيقته ايه لما تحط موضع لاختبار وانا بعتقد ان السنة دي كانت من اهم سنوات تاريخ مصر الحديث لانه حولت هذا الجدل الى تجربة حطته موضع لاختبار وحطته لا والاكذوبة اللي طول الوقت كيف يروجوها وفي ناس مصدقينها خلاص اتكشفت فخلاص ما بقاش هو ده قدرنا طيب فالناس قبلها لانه هو افضل يعني مفيش بديل في الوقت اللي هي حاسها ببعض رصيد السقة مازال موجود صحيح فدامعة ده خلى الناس كل اللي عملته نياب تشتكي بس وعلى فكرة ده حقاه حقاه طبعا لازم اشتكي لازم اقول اي لما اتعب مش لما اتعب لما اخد الدواء لما باخد الدواء لا وحتى قبل باخد الدواء انا بتوجع لازم اقول اي ما تمنعنيش حتى لانا اقول اي اه بالظبط لكن انت عارف بتتوجع بسبب علاج او حقنة معينة هي اللي بتسبب هذا فعليك شايف انه ده سبب اساسي لصبر المصريين انه هم حاسين انه هو الدواء مر اوي بس ده الدواء الصح اللي هيخففهم فيه احساس وقناعة بانه ده صح واعتقد ان احنا وصلنا لنهاية المعاناة الجرعة بتاعة الدواء اه المعاناة واعتقد من السنة الجاية الناس هتبتدي مرحلة الاستشفاء بقى يا رب يا رب نفسنا عارف الريكافوري دي اللي هي الاستشفاء ده نفسنا يحصل ان شاء الله لانه البلد دي فيها موارد انه 2018 هتبقى بداية الانطلاقة دي انا بشوف هذا من دلائل كثيرة عملية يعني امامي وعلى جميع المستويات ان شاء الله طيب فيه برضو وانا هنا مش بكلم محرك عن ملفات على الارض بكلم محرك على نظرات كده مش عايز اقول فلسفية عشان الكلمة دي بالدائل الناس بس في النهاية تحليلية كده تقدر تخلي الناس تبقى شايفة معانا احنا راحين فين في نغمة طول الوقت سائدة انه اه الاداء اللي بيعمله رئيس الجمهورية مع مؤسسات الدولة جيد سواء على مستوى السياسة الخارجية والنجاحات اللي بيعملها برا او على مستوى المشاريع الكبيرة ومشاريع الاملاقة وكما اللي في معظمها بتشرف عليها قوات المسلحة وبتحقق فيها كمان نجاحات اما تيجي في طول الوقت بقى سلخ سلخ على الحكومة يقولك لا فرق كبير ما بين الرئيس واداء وما بين الحكومة واداء اولا حريك مع المعادلة دي انه لا الرئيس حاجة والحكومة حاجة ما في ناس بتقولك ما دي حكومة الرئيس وهو اللي بختارها وهي اللي بتنفي السياساته هي حكومة الرئيس وهو اللي بختارها وبتنفي السياساته ولا انفصال بين الرئيس وبين الحكومة لا انفصال ما ليه الناس بتهاجم في الحكومة وبتهاجمش في الرئيس بسبب النقطة اللي أنا قلت لك عليها إنه مازال فيه ثقة في القيادة العليا لكن في النهاية أنا تعبان طابلون مين فاللي قدامي بقى وزير التموين اللي المفروض يأكلني وزير البترولي المفروض يوصل للغاز وما إلى ذلك فالحكومة هنا تصبح هي المجال اللي أقدر إن أنا أشتكي منه وهجمه وكذا لكن العقل بيقول إنه لا انفصال آه طبعا لا لا انفصال وزا كنا حققنا نجاحات هتبتدي تظهر في المرحلة اللي جاية فما فيش شك إن الحكومة هي كانت السبب في هذا بس مش عايز يعني يفهم من ده إن أنا شايف إن دي أفضل حكومة جات في التاريخ أنا شايف يعني يعني مثالب وفيش حاجة كملة نقض كثير جدا يوجه لهذه الحكومة ومن بينها أو أولها أو أهمها في رأيي صمت الحكومة لأنه النهاردة لا يصح إنه يبقى فيه مشروعات بهذا الشكل والناس تعرفها لما الرئيس يروح عشان الكاميرات راحت معاه واكتشفنا هذه المساحة الهائلة عشرات ومئات الأفدنة بس بتهايلي عزيز محمد أنا ده يعني اكتهاد مني شخصي لا أحمله لأحد أنا بتهايلي إن الحكومة أو النظام حتى ويمكن دي فلسفة الرئيس عفتاح السيسي كمان إنه لا تتحدثوا إلا بعد إتمام العمل لأنه إحنا عننا سنوات وعقود طويلة جدا جدا من وعود ومن تصريحات ومن كلام عن الحكومة إنه السنة جاية هنأمل كذلك سبعتاشر مليون فرصة عمل عارف حاجة من شتان تحت الصحف بتاعتنا وبعدين نخبط في الحيطة ده صحيح فيمكن بسبب الميراث السيء ده الرئيس قال للحكومة ما تتكلموش إلا لما تخلصوا وتنفزوا وتسلموا الناس أنا معرفش لو كان الرئيس قال كده أنا عرفكتك تهادي لكن آه أنا فاهم لكن لو كان قال كده أنا بختلف معاه لأنه السياسة غير الجيش وغير الأجهزة السيادية السياسة تواصل مع الناس والسياسة عمدها وقوامها إن أنا أكسب الرأي العام إلى مشروعي فيصبح هذا المشروع مشروع الناس مش أعمله وراء الستار وبعدين لما يجهز في النهاية أقول له تفضل المشروع ده بتاع المشروع بتاع النهاردة بتاع بركة غليون ده سزراع السمكي قعد 18 شهر حتى كنت عايز 18 شهر دول بنتابع إلا فيه متابعة يومية وأنجزنا كذا وحفظ لنا كذا وحنعمل إيه بالزبط والناس بتشوفه في التلفزيون والناس بتروح تزور واخد مدارس أو جامعات يعملوا رحلة ويروحوا يشوفوا هذا المشروع بيعمل إيه ويقابلوا الناس أنا حضرت مرة مؤتمر من المؤتمرات بتاعت الشباب دي يعني أنا حريص أحضرها لأنه بشوف الحقيقة بشوف مستقبل مصر اللي بأكلم حضرتك عنه من خلال هؤلاء الشباب محضرتش الأخراني ده لأن كنت في السنغال لكن اللي قابله أو اللي قابله يمكن باسكندرية أو الاسماعيلية اللي كان في الماسا في فندق الماسا ده بالذات اللي بتكلم عنه لأن يوميها وزراء الاقتصاد كان وقت تعويم الجنيه ورفع تمن الدولار ومش عارف إيه قادي كتاهم الوزراء أيوة كتاهم لطيفة مش كده أعينها ربيا الوزراء المسؤولين عن الاقتصاد كانوا مشاركين في المؤتمر وعملوا جلسة كلهم قاعدوا كلموا الشباب ليه ده بيحصل وليه خدوا هذه القرارات وعشان إيه وحتعمل إيه وحنستفيد منها إيه الحقيقة قالوا كلام يعني فعلا كلام مقنع وتطلع مقتنع وموافق وسعيد هو أن التواصل لحركة عائلة أن الجنيه نزل وأن الدولار عالي يا سلام فقلت للرئيس وبعديها في ساعة الغداء قلت له الوزراء دول تكلموا كلام كويس جدا بس حرام أن الكلام ده يبقى في مؤتمر قدام خمسمائة ولا ألف شاب ده الكلام ده لازم يتقال كل يوم للناس صحيح يعني فأنا شايف أنه يعني دي حتة غيبة في الحكومة وإمكان أنا كتبت فيها وإشراك الناس في المشروعات وحتى في المشاكل أنا فاكر فمرة كان في المنتدى الشباب مش فاكر كبتا إسماعيلية وإسكندرية لما الرئيس حتى عتب كده أو لمع الحكومة وقال للوزراء تكلموا مع الناس قول لهم حتى لو عندكم مشاكل حتى لو عندكم صعوبات اشركوا الناس زي ما هو بيتكلم هو ما بيطلع بيكلم الناس يعني الحاجة الحلوة تقالوا يعني ده الحقيقة مهم جدا على الأقل بيخفف معاناة الناس صحيح صحيح المحور الأخير يا جزي محمد محور متعلق بأنه في كتير من المصريين بعيدا طبعا عن السودويين أو المغرضين بس في كتير من المصريين عندهم الاستبشار اللي عنده حضرتك والتفاؤل بأنه احنا عدينا المرحلة الصعبة أنا محبش كلمة عنق الزجاجة دي عشان يعني في ضنة فيها كتير ما حد بيقعد في عنق الزجاجة عشرين سنة أبدا يعني لكن مرحلة الصعبة عدت وأن إن شاء الله على بداية السنة الجديدة إن شاء الله يا ربي يبتدي بشاير الخير كده تهل بس أنا طول الوقت وكتير من الناس عندهم هذا التخوف إنه أول ما تبتلي تقف على رجلك وأول ما بشاير الخير تبتلي تيجي لازم تبتلي تقلق لأنه مش هتتساب هل حدك من هذا الفريق اللي طول الوقت يقلق أول ما نبتلي نقف على رجلينا أول ما يبقى دينا صوت أول ما تستعيد مصر جزء من هيبتها ومكانتها وقويتها وكذا نقلق ولا قويتنا تخلينا نتغلب على أي شيء ولو إلقنا نقلق من إيه طبعا قلق مشروع وقائم والتاريخ شاهد علي أيه مصدين مشكلة يعني محمد علي نموذج جمال عبد الناصر صحيح نموذج حتى الخدوي إسماعيل نموذج صحيح بكل يعني اختلافه عن التاع لكن حاول أنه يعمل من مصر حاجة نتفق معاه مزبوط مزبوط إنما كانت يجيتها برضو إنه مصر مقلقة لأن مصر قوة وموقعها وقيمتها وريادتها وده كله بيدي لمصر يعني منصة يخلي كتير يخافوا منها بتسألني مين اللي نقلق منه أول ما نقلق منه هو الناس اللي إحنا موقعين معهم اتفاقية سلام أول جهة ومزالت حتى اليوم تتعامل معنا وكأنه ليست هناك اتفاقيات لما تشوف في اليونسكو وأنا حضرت معركة اليونسكو في باريس طول وقت الانتخابات أما تشوف إزاي إسرائيل كانت بتحاربنا جوه اليونسكو يا سلام أه ولو كانش فيه لو كنا في حالة حرب كانوا عملوا إيه أكتر من كده والمندوب الإسرائيلي السفير يطلع يقول إن وصول العرب إلى اليونسكو خطر مبتع كده علناً ويعني حتى المرشحة الفرنسية الفازت هم اللي زقنها هم اللي دعموها وهم اللي دعموها بس مش عشانها عشان إحنا ما نوصلش عشان إحنا ما نوصلش وعشان هي برضو منهم صحيح أنا متفقق معركة أنه رغم المسكات والأقنعة وتبادل الأدوار وتوزيع الأدوار لكن يبقى العدو الأول لهذا الوطن هو الكائن الإسرائيلي ولا يريد أن يرى لمصر خير طبعاً لا يريد أن يرى مصر منهزمة تماماً وإلا المسألة هتبقى فوضى آه فكرة ما يغرأ شيء وما ينجوش يفضل طافي نعم بالظاب يفضل موجود بس عيان طول ما هو عيان أنا قادر عليه لكن يشفى يبقى خطر سنشفى ولو كره الكارهون إن شاء الله شرفتني عزيزي محمد الله يخلبي وحمد الله على سلامتك ومليون مبروك وأنت قيمة نفقر بيها دايماً أشكرك جداً شكراً جزيلاً شكراً بشكر حضراتكم خلصت حلقتنا سيب حضراتكم عادة تقرير عن تكريم وزارة الداخلية لأبناء الشهداء ولا فتاة إنسانية أخرى وأشوف حضراتكم في حلقة بكرة من الحال اليوم في آمن الله وفاء لأرواح أنعم الله عليها بالشهادة وتركت زرية تتحكى ببطولاتها وتفخر بها على مر الزمان كان تكريم وزارة الداخلية لأبناء الشهداء من رجال الشرطة المتفوقين في المراحل الدراسية المختلفة في حفل أقيم تحت رعاية وزير الداخلية وبحضر عدد من القيادات الأمنية وشخصيات عامة آثرت أن تترك مشاغلها لتكرم أبناء الأبطال وترسم الفرحة على وجوههم أعتقد أن البطولة الحقيقية بيحمي الناس مش بالناس اللي بتحمي الناس مش اللي بتساعدهم وتساعدهم أو بتفرحهم بس واجب علينا جميعا إن إحنا نكون مع أبناء الشرطة اللي هم أبنائنا جميعا والدولة والأمة كلها وكل إنسان يجب أن يكون معها لو وجودنا هيساعدهم ده إيه اللي إحنا بنعمله بنصحب نيجي من بيتنا بنقعد إيه إحنا ولا حاجة يعني اللي هم عاملينه هو ده أهم حاجة لو ده هيبسط ولادهم لو ده نقدر نساعد بشكل ما يعني أكيد الواحد مش هيتأخر أبدا أولاد دولة نقاط تنوير عظيمة لأنه رغم كل المحن اللي مروا بيها هم نمازج عظيمة فلازم ننور عليهم طول الوقت ونشكرهم ونرعيهم وناخد بالنا منهم وكده يعني إحنا محتاجين جدا كل طاقة إيجابية موجودة أبهاتكم أبطال أبهاتكم حمونة وحموا البلد ومازالوا بيحمونة فلازم كل واحد فيكم يفخر بأبوه 37 من أبناء الشهداء في المراحل التعليمية المختلفة تم تكريمهم حيث أكد المقرمون أن ذلك يمثل حافزا لهم على تحقيق ما كان يحلم به الأباء من تفوق هم مصرون على تحقيق نحسس بقى أحساس حلوة نحسس أن بابا معي عشان هو لو كان عايش كان عاملها بحفلة كبيرة برضو زيها بيمثلوا دور الأب في الموضوع ده أنه هم عملوا لهم الحفلة دي لأ إحنا باباكم عيش وإحنا أباهاتكم وبنحتفل بيكم وبتفوقكم وبيشجعهم أن هم يتفوقوا أكتر وأكتر أنا أكيد طبعاً لها الفخر أن أنا ابن الشهد اللي أحمد عسكر دي حاجة تتمنى كل الناس وده فخر لنا كلنا دوريتي مفتخر بي وفرحان أن أنا دوريتي نكحة دوريتي الأولى ويعني كان بيتمنى أن أنا أطلع دكتورة بيحسنا باهتمام أن هم مهتمين بينا أن برضو مضعش هادر كده لسه في ناس مهتمية بينا ويفضلوا معنا يعني طول الوقت أكيد بتحسسنا برضو أن وزارة الداخلية مش ناس يا الناس ولا الولاد بتحاول برضو تفرحهم وتحسسهم أن هم معهم ووقفين معهم على طول في كل مناسبات بيعني بالنسبة لي أن باباها هو اللي بيقول لها مبروك بيعني بالنسبة لي أنه بيبقى حافز لإخواتها أنهم يتفوقوا زيها ضحى الآباء بأرواحهم في سبيل الوطن وتركوا الأبناء يفخرون بهم ووطن يرعى أبناءهم حتى يكملوا المسيرة في حب الوطن